بينما تواصل القوات الإسرائيلية عمليتها العسكرية في شمال قطاع غزة، أفادت وزارة الصحة في القطاع السبت أن الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفى الاندونسي في بيت لاهيا شمال القطاع ويقصفه، ما أدى إلى إصابة أكثر من أربعين شخصاً. مدير المستشفى مروان سلطان قال إن الدبابات الإسرائيلية تقصف المستشفى وتحاصر المبنى بالكامل، وقطعت التيار الكهربائي عنه واستهدفت الطابقين الثاني وثالث من المستشفى بقذائف مدفعية، مشيراً إلى أن هناك مخاطر شديدة تحيط بالطواقم الطبية والمرضى. بدورها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا إن 11 شخصاً على الأقل قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم المغازي للاجئين في وسط غزة، مضيفة أنه لا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض. وفي ليل الجمعة السبت أعلنت دفاع المدني في غزة مقتل ثلاثة وثلاثين شخصاً وإصابة أكثر من ثمانين آخرين في غارة إسرائيلية على عدة منازل في مخيم جباليا للاجئين شمال القطع، الذي أصبح مسرحاً لبعض أعنف المعارك منذ بداية الحرب على القطع. بدورها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الضحايا وصول 19 قتيلاً و91 مصاباً إلى المستشفيات، وذلك خلال 24 ساعة من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطع. الوزارة أضافت في تقريرها السوت بأن ما لا يقل عن 42.519 فلسطينيين قتلوا، وأصيب 99.637 آخرون في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 21.2023.